موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حديث الصحافة والبداية من عنب بلدي الأردن ضبطنا مليوني حبة مخدر بحوزة مسلحين تسللوا من سوريا ونطالع في تفاصيل هذا العنوان أعلن الجيش الأردني أن عناصره قتلوا 12 مسلحا حاولوا دخول الأردن من سوريا وضبطوا نحو مليوني حبة مخدر كانت بحوزتهم وقال مصدر في القيادة العامة للجيش الأردني إن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود على الواجهة الشمارية شاهدت بعد ظهر أمس السابت ستة وثلاثين شخصا منهم من يحملوا سلاح ومنهم من يحملوا موادا لم يعرف ما هيتها ويحاولون اجتياز الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية وأضف المصدر بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية بترى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وباستخدام كافة الأسلحة المتوفرة ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة عدد آخر بجراح والأذى البقون بالفرار إلى الداخل السورية وبالانتقال أيضا إلى عنوان آخر مشاهدين أمريكا مستعدون لعمل عسكري في سوريا إذا فشل الحل السياسي أعلن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة وتركية مستعدتان لحل الأزمة في سوريا بالوسائل العسكرية إذا استحال التوصل إلى حل سياسي وقال بايدن خلال مؤتمر عقده مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو في إسطنبول أمس السبت إن الاتفاق السياسي سوف يكون أفضل ولكن إذا استحال فإن الولايات المتحدة سوف تبحث عن وسائل أخرى وضاف نائب الرئيس الأمريكي أن تلك الوسائل تتضمن القضاء على داعش وعلق على فرص تحقيق تسوية سياسية في سوريا ماضحا لسنا متفائلين ولا متشائمين لكننا مصممون وأكد بايدن أنه ناقش مع داود أغلو كيف يمكن لبلديهما تقديم المزيد من الدعم للمعارضة السنية العربية التي تواجه الأسد وننتقل المشاهدين أيضا إلى موقع الأوريانت نيت ونطالع في أبرز عنوانه لهذا اليوم قوانين جديدة في ألمانيا بحق اللاجئين السوريين أعلنت الحكومة الألمانية عن تطبيق قوانين جديدة بحق اللاجئين حيث أصبح على طالب اللجوء ابتداء من فبراير حياز ما يسمى بإثبات الوصول إلى ألمانيا أو بطاقة هوية طالب اللجوء وقرى البرلمان الألماني بونستاغ قانون يلزم بذلك تقدم به إلى البرلمان وزير الداخلية الألماني توماس ديميزير ويهدف القانون الجديد إلى تسريع إجراءات طالب اللجوء وحل مشاكل تسجيل الواصلين إلى ألمانيا لتقدم بطالب اللجوء وفي النظام الجديد يتم تحضير سجل بيانات لكل لاجئ في مسرد اللاجئين المركزي وذلك بشكل فوري عند حدوث أول تواصل بين اللاجئ والسلطات الألمانية وبذلك يتم إبلاغ كل السلطات والمؤسسات والمكاتب الحكومية الألمانية بما فيها الشارطة عن معلومات متقدم بطالب اللجوء بالإضافة إلى البيانات الشخصية تخزن معلومات أخرى مثل بصمة الإصبع والبلد الأصلي لطالب اللجوء ورقم هاتفه المحمول وأيضا معلومات حول التطعيم الصحية والتلقيحات الطبية وبيانات أخرى متعلقة بالمتقدم بطالب اللجوء وأيضا يتم تدوين معلومات حول مؤهلاته المهنية ومستواه العلمي وكذلك حول دينه أو خلفيته الدينية وبالانتقال مشاهدينا إلى عنوين شبكة شام نطالع فيها تركيا انطلاق أكثر من عشر شاحنات إغاثية إلى جبل التركمان أرسلت هيئة الإغاثة التركية أربعة عشر شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى جبل التركمان بريف اللاذقية على الساحل السوري ونظمت هيئة الإغاثة التركية الحملة بالتعاون مع كل من ولاية وبلدية أرزنجان شرق تركيا والعديد من منظمات المجتمع المدني في الولاية حيث تضمنت حملة المساعدات أربعة عشر شاحنة محملة بالمواد الغذائية المجففة والبطانيات وانطلقت الشاحنات من محطة الحافلات في أرزنجان ألقى فيها وإلى أزرنجان سليمان كهرمان كلمة جاء فيها إن الحملة المساعدات هذه أجمل دليل على علاقات الأخوة بين الشعبين السوري والتركي لافتا إلى استمرار هذا النوع من المساعدات قائلا إن هذه المساعدات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وفي الانتقال إلى عنوان آخر تركيا الاتحاد الأوروبي لن يسدد منحة اللاجئين السوريين قبل منتصف 2016 وفي تفاصيل قال مرتضى يتيش كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي إن الاتحاد الأوروبي لن يبدأ سدد المنحة المخصصة لدعم اللاجئين السوريين لتركيا إلا بعد منتصف 2016 نظرا لترهل هيكليته والبيروقراطية التي تحكم عامل مؤسسته وعلن الاتحاد في 24 من 22 نوفمبر الماضي موافقته على منح تركيا مبلغ 3 مليارات يورو لتأمين احتياجات اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها كونها تستضيف العدد الأكبر منهم في العالم وأضاف يتيش أن مليارا من أصل مبلغ المنحة سيوفر من مدفوعات الدول الأعضاء لميزانية المفوضية الأوروبية فيما يؤمن الباقي من الدول أعضاءها كل حسب مستوى دخله وكثافة سكانه وبالانتقال مشاهدين الكرام إلى موقع الدي دابليو نطالع في عنوينه وفي الموقع هذا العنوان هل تعلم أن هاتفك الذكي قد يصاب بالبرد فكيف تحميه فصل الشتاء البارد بجوه البارد لا يكون له تأثير على الجسم البشري أو على الحيوانات فحسب بل إن تأثير البرودة قد يمتد إلى أجهزة الهاتف الذكية وغالبا ما تسبب الحرارة المنخفضة أعطالا في الجهاز وبحسب صحيفة ديفيلت الألمانية فإن بطاريات الهاتف الذكية والأسيام المصنوعة من الليثينيوم تقل كفاءتها في البرد الشديد أو مع تغيير حرارة الجو ووفقا للصحيفة الألمانية فإن هواتف آيفون S6 على سبيل المثال مصنوعة لتحمل درجات الحرارة العادية من صفر مئوي إلى خمسة وثلاثين درجة مئوية فقط ما يعني ذلك أن النقصان في درجة الحرارة إلى مدون الصفر أو ارتفاع الحرارة إلى ما فوق السبعة وثلاثين درجة يكون له تأثير كبير على بطارية الجهاز وبالانتقال مشاهدين إلى موقع عكس السير نطالع في أبرز عنوينه لهذا اليوم كاري أهدد المعارضة السورية بوقف الدعم وخسارة الحلفاء إن لم تشارك في جنيف ثلاثة قال منظر ماخوس سفير الاتلاف السوري في فرنسا إن وزير الخارجية الأمريكي هدد المعارضة السورية بفقدان الدعم إن لم تذهب إلى مؤتمر جنيف ثلاثة وأكد ماخوس في تصريحات لقناة الجزيرة رصدها عكس السير أن كاري أبلغ المعارضة السورية أنهم إذا لم يذهبوا إلى جنيف فسيفقدون دعم خلفائهم وأشار إلى أن ما يفعله النظام السوري ليوفر شروط حسنية من أجل إنجاح المفاوضات ولفت إلى أن المعارضات تريد التوجه إلى جنيف لكننا لن نذهب حسب قوله من أجل مفاوضات محكوم عليها بالفشل معكدا أن المعارضة ستتابع العمل مع الأشقاء والأصدقاء لتغيير موازين القوى وننتقل أيضا إلى عنوان آخر في عكس السير صحيفة تركية عصابات الدعارة تستغل الفتيات السوريات في تركيا وفي تفاصيل هذا العنوان قالت صحيفة وحدة التركية غين نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين الذين يبلغوا عددهم نحو مليونين ونصف مليون لاجئ يجبرون على ممارسة الدعارة في تركيا بعدما لجأوا إليها في ظل ظروف صعبة وأشارت الصحيفة إلى أن عصابة الدعارة تقوم بتسويق فتيات تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 13 عاما وفي حديثه مع الصحيفة قال مناسق جمعية المظلومين الإسلامية لشؤون اللاجئين صالح تشاشتين عصابات الدعارة تحصل على الفتيات مقابل النقود إما بالذهاب إلى سوريا أو بالوصول إلى اللاجئين في تركيا حيث يقومون أولا بالزواج من فتيات تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عاما نضير الثلاثة و خمسة ألاف ليرا للفتاة الواحدة ثم يكسبون المال فيما بعد بإجبارهن على ممارسة الرذيلة في تركيا حتى أن أعمار هؤلاء الفتيات تصل أحيانا إلى 12 أو 13 عاما فقط وأشارت شاتين إلى وجود وسطاء يسويقون سوريات للرجال في تركيا قائلا هؤلاء الوسطاء يبحثون عن سوريات للرجال الراغبين في الزواج وبهذه الطريقة يحصلون على توكيلهم لكن هذه الزيجات تستمر لشهرين أو ثلاثة ثم يبحثوا هؤلاء الوسطاء عن نساء أخريات للرجال عينهم وهذا أصبح شكلا آخر للدعارة وأوضحت شاتين بحسب ما نقلت وكرة الجهان التركية أن سوريات يتعرض للتحرش والاغتصاب قائلا النساء لا يستطيعن الحصول على رواتف في محل عملهم ويتعرض للتحرش والاغتصاب وهناك نساء يضطررن لممارسة الدعارة لكسب العيش ففي أحد بلداتنا الحدودية هناك مالك منزل وضيع يطلب فتاة من كل أسرة سورية تعجز عن دفع إيجار المنزل للأسف نحن نصادف حوادث مؤلمة كهذه بهذا المقال مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية الحلقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة